أهل اليمن لا يستكبرون عن دعوة الحق عندما جاءتهم رسالة سيدنا سليمان عليه السلام ذهبت بلقيس وقالت ربي أو ذهبت تلك الملكة التي كانت تحكمائيا كان اسمها وقالت ربي إني ظلمت نفسي وسلمت مع سليمان لله رب العالمين وتحول المجتمع كله بتحولها إلى الوحدانية التي هي دين نبي الله سليمان دين اليهودية كدين سماوي عندما جاء الإسلام تكرر نفس الشيء يعني دخلت النصرانية نجران وكانت تلك الحادثة قصة الأخدود ثم جاء الإسلام نفس الشيء لم يستكبروا عن الحق جاءتهم رسالة فأسلموا يبحثوا عن التوحيد يعني التوحيد الحق يعني فكانوا لا يستكبرون عن الحق إطلاقا